حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني سليت بن أيوب بن الحكمي بن سليمين عن أمه عن سلمة بنت قيس وكانت أحد خلات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وكانت أحد نساء بني عدي بن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعته في نسوة من الأنصارف لما شراط علينا أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتاء نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال قال ولا تغششن أزواجكن قالت فبيعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مغش أزواجنا قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره أعمل